قال إنك لما تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله سابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فاطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لما تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهغني من أمري عسرا فاطلقا حتى إذا لقيا غلامها فقتله قال أقتلت نفسها زكشة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لما تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فاطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضجفوهما أن يضجفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقد فأقامه قال لو شئت لاتخست عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأبيل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أن أعيبها وكان براءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيالا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الزدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كاس لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كاسهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأذيل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن هذه القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه منها كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عادها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم حسنا قال أما ما صلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلع على قوم لم نجعل لهم من وادونها سترا كذلك وقد أحتنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من وادونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا أجوج وما أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على ما تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقفة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قالوا فخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكا وكان بعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في السور ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عا ذكري عا ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من غادوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نسلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن توافد كلمات ربي توافد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلش أنما إلهكم إلها واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العزيم ترجمة نانسي قنقر